انا سألت اسئله قلت وقادي وزير النقل واضح بيشرح اه الوزير كامل وزير بيشرح حاجات فنية اهو مش عارفين طبعا نلقطها بيشرح معا وزير معا المحافظة القليوبية بنشوف تقريبا العجل بتاع العربيات عجل القطار وزير النقل قدامه العجل وقدامه حاجات كمان فكت من العربيات فكت خدها مني كده زي ما بقولها فكت انا بقول اللي قدامي فكت من العربيات وبالتالي وزير بيشرح اللي بيحصل ولكن هي نيابة طلبت من الكل انه يلتزم يعني عشان ايه محدش يتسرعه جميع يلتزم اهدي وزير النقل واضح في الموقع بنحاول بقول لحضراتكو المفروض كنت اخلص الهوى عشان يعني رمضان ولكن خدنا وقت كده دقائق قليلة عشان نختم ولكن حدث مهم زي ما بقول لحضراتكو كان مهم ان احن نبقى موجودين معاكو من بدري عشان نتابع ايضا هذا الحدث ونعرف فيه ايه كل التطورات وكويس نبقى النيابة العامة طلع قبل ما نخلص كمان كان ايضا تحرك مهم من النيابة العامة اذا وزير النقل ووزير كامل ووزير موجود اهو زي ما حاكم بتشوفه واقف عند العجل اللي اتفك او العجل اللي حصل له ايه الله اعلم ما عرفش عند حاجات اتفكت اهيه بيشوفها ده كمان هيبقى مصار تحقيقات النياب بيسأله اهو حد بيشرح حاجات لوزير النقل اه اه بيوصى على حاجات معينة اهو ارجو النيابة العامة اكيد هتشوف الكلام ده واكيد هتسأل في الحاجات دي واكيد في اللجنة الفنية هتشوف الكلام ده واللجنة الفنية اللي شكلها السيد الرئيس اكيد هتشوف الكلام ده مؤكد ولكن وزير النقل عايز يعرف كمان ايه الموضوع بيجيب ناس واضح خبراء او حد من الجهات الفنية او اللي بتوع السكة الحديد واضح اه اكيد حد من قيدات السكة الحديد بيشرح وزير النقل بيعرف ايه الحكاية بيحاول يشرح له بنشوف وزير النقل عنده حاجة في دماغه تاني عنده حاجة في دماغه واقف عندها يعني وقفته دي واقف قدام الجزء ده اللي انفصل من العربيات وجايب حد مسؤولين سكة الحديد يشرح وزير النقل في حاجة في دماغه ايه هي معرفهاش ايه هي معرفهاش بس في حاجة في دماغه يعني فيه حاجة يعني محددة هو عنده حاجة عايز يعرفها من خلال الحاجات اللي اتفصلت عن العربيات قدامك هو واستدعى حد اخر استدعى حد تاني هو بيسأل حد تاني هو الوزير النقل خلوا الكاميرا تركز كده يجيب لنا ايوه احنا خلوا بالكو احنا الصور دي على الهواء اللقطات على الهواء وزير النقل بيعمل ايه يعني بيسأل في المنطقة بيسأل ناس متوع السكك الحديدية بيستفسر منهم على حاجات معينة واضح حد من الناس مش عارفين ده مين طبعا ولكن بيشرح واضح الوزير سأل كذا فجابوله ده بدأ يشرح له بيشرح الوزير في حكاية في حاجة انا مش بستبق لا بقول في حاجة وزير النقل عنده ودي في في حد تاني تداخل الوزير بيحاول يسأل ويستفهم ما عندنا صوت لو عندنا صوت ياريت شوف كده اصد ده مهم ده مهم ده مهم خلو زي ما احنا شايفين وانا عايز الصوت دايما يبقى معايا من هناك يبقى كويس كل ما يبقى معانا الصوت قريب أفضل وزير النقل الخاتب طيادات سكة الحديد ومشي معاهم اهو زي ما حاكم شايفين قال لهم تعالوا الروح مش عارف راحين انا منطقة زي ما احنا بتشوف كده هنحاول معانا صوتهم كمان عشان نعرف ايه اللي بيحصل فيه امر ما الله اعلم الله اعلم نشوف خلوا زملائنا هناك محمود يقربوا ما يقرب معلش انا عارف يقرب شوي عشان الصوت يوضح لنا انا عارف بقدر الامكان انا عارف العملية متعبة بس احنا في الحاجات دي يعني نركز شوي نركز شوي بنشوف مع بعض بنشوف مع بعض قبل ما نختم عشان عايز اختم عايزين نختم خلال دقائق قليلة الا لو فيه تطورات هل قربوا منه قربوا نشوف هنا بيشوفوا حاجة كمان هنا بيشوفوا حاجات هنا وزير النقل خدق دادسك الحديد وراح يشوف المكان اللي حصل فيه انفصال تقريبا للعجل والكلام ده اه هنا ده يكون اللجنة الفنية اللي شاكلها الرئيس عم فتاح السيسي وايضا يكون النيابة العامة كل ده يكون شغل الشاغل النيابة العامة اللي بيحاول وزير النقل يعرفه او بيحاول يعني يعني يوصل لي يوصله ينوره طبعا ما فيش اضاءة يحاولوا نوره يشرحوله واضح فيه حاجة فنية طبعا مش عارفينها ايه عايزة خبيب سكة حديد يتكلم فيها نتابع نتابع طوخ على الهواء مباشرة طوخ على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكو ولكن زي ما بقول كده مهم ان احنا تكون معانا كل هذه اللقطات على الهواء وزير النقل مع قداد السكة الحديدية بيتابعوا بيشوفوا بيسألوا بيفحص حاجات معينة بيسأل عن حاجات معينة هل صوت قريب طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا